من مثل علي أمير المؤمنين عليه السلام احنا قلنا قبل لتين لعلّه أنه هذه بلية الجهات الدينية في زماننا تستأنس بالناس وتهتم بجمعهم جمع الأتباع والجماهير كيفما اتفق حتى ولو على حساب تعديل المبادئ وتغييرها دعنا نكسب فلان ونكسب علان ونكسب هذول الجماعة نقوم شوية نمطيهم الكلام اللي يعجبهم دعنا نكسب لماذا؟ لأنهم إذا ما رأوا الناس قد انفطت عنهم يستوحشون يشعرون بالوحش واويلاء ما حد قام يجينا بعاد ليش حتشينا على فلانا؟ ليش تكلمنا على هذه الجهة؟ ليش تصادمنا مع هذه الجهة؟ خلي نترك هالقضية الآن مو على مود الناس تجينا وتجي المجلسنا وتتعامل ويانا تأخذ وتعطي ويانا وتقدم الحقوق الشرعية إلنا ليس هذا منهج علي بن أبي طالب شوف كلمة إمامك علي لا يزيدني كثرة الناس معي عزة أنا مو مثل عمر عمر كان هكذا عمر لما يكون الوحدة جبان جبان إلى أغسل شكت جبان بس لما يكون الوحدة أما وسط يكون وسط جماعة من الأوباش جايب له ثلاثمائة واحد مسلح من الطلقاء وبقايا الأحزاب من قبيرة بني أسلم وأشباهم أم حوطين دار الزهراء عليه السلام متفرعا صاير بطل ذلك الوقت احرقوا دارها بمن فيها وإن نانا صاير بطل ليش لني سوف يشوف حوله جماعة أما هو لو بوحدة فقط يجرى يسويها العمل هذا الفرار اللي ما من حرب خاضها رسول الله صلى الله عليه وآله إلا كان هذا أول الشاردين جبان يجبن أصحابه ويجبنونه هذا مو علي بن أبي طالب الذي يشعر بالعزة إذا ما أحاط به الناس وتكتلوا معه ولا يهتم كما أنه ليس علي بن أبي طالب الذي إذا ما تفرق عنه الناس يشعر بالوحشة وينكسر لا هو في الحالتين علي وسيفذ الفقار بيده لا يزيدني كثرة الناس معي عزة ولا تفرقهم عني وحشة لأني محق والله مع الحق المهم الله معي ووالله يقسم أبو الحسن ما أكره الموت على الحق وما الخير كله بعد الموت إلا لمن كان محقا ترجمة نانسي قنقر